الهجمات على القطاع التعاوني هجمات كثيرة وشديدة وقاعد نستخدم فيها حجج جميلة ممكن وحجج فيها وجهات نظر مقابل أن يقطع هذا القطاع وجزء أنت اليوم رحت على الصيدليات وحرمت المساهمين من مبيعات تصل إلى 7 ملايين دينار في إحدى الجمعيات وراحت ورح تنقف على المبيعات هذه الجمعية وراحت هي في المستقبل وتستخدم نفس الحجة ليعطاء أيضا بعض الأمور اللي ممكن الآن الجمعية تستفيد منها وتروح بحجة ثانية وتوزعها على مجموعة ناس وأفراد آخرين يعني اليوم القطاع التعاوني قاعد يواجه هجمة منذ تعديل قانون قطاع التعاوني أخذتوا جزء من أرباح أعطتها المحافظات والآن ييتوا على الصيدليات والله يسترعى لي هذا الكلام غير مقبول ترجمة نانسي قنقر